بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ سنة الرابعة متوسط أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في حصة جديدة في دس جديد نشوف اليوم تمارين صفحة 15 من الكتاب المدرسي جمانت خان برميار من لابرميار كيشن دن لاليسة سويفانت جروتخوف ليمود لامن فامي اجنتوغا شاك فالو راديكال اتنشون الانترو قال لك في اللائحة هذي اللي نحن نشوفها هذي هذه اللائحة تلك الكلمات قال لك فيها أو أوجد الكلمات التي تكون من نفس العائلة لا من فهمي وأحيطه أحوطه يعني آمل دائرة على على الشك غاديكال يعني على الجدر تلك الكلمات وحداري من الكلمة الداخلة عندنا بكم يامو أولا نشرح المعنى تلك الكلمة باش نعرفه عندنا إذن دي تيغي دي تيغي كلمة الأولى يعني حفرة دي تيغي عندنا سو تيغي يعني سو تيغي اختباء ويا الاختباء عندك لتيران سي هي الأرض لتيراس هي الشرفة كما نقوله السطح عندك تيرغ تيرغ ما عندها الخوف أو الرعب أو الإرهاب عندك مثلا عندك تيريطوار تيريطوار سي الأرض عندك أم تيري عندك تيريطوار سي الأولى عندك تيريطوار سيكون حفر أو جحر إذن راكم تلاحظوا باللي هذه الكلمات راهم متشابهة عندها جزء من الحروف يتشابه بالترتيب بالتسلسل معنى المعاني تقريبا كلها تصبو في نفس المعنى يعني تعالى الأرض والحفر والحفرة وإلى غير ذلك لكن كائن دخيل إذن ما هي الدخيل عندنا دي تغي يعني حفر سو تغي يختبئ تغي يعني أرض تغاث شرفة تغغ خوف إذن هنا خوف ولا إرهاب ولا رعب ما عندهاش علاقة إذن ما سيبا لمام صنس ما عندهاش علاقة مع هالكلمات إذن تغغ هي الكلمة الداخلة هي أما بالنسبة للجودور اللي لازم نحوطوها في كل كلمة هي الجس من الحروف الذي يتشابه إذا شوفوا هنا تيري تيرر انتيري تيرر تيريتوار تيرر تيري قلنا دخيلة انترو تيراس نفس الشيء تيرر إذا هذه التيرر هي الجدل هي اللي نسموها الراديكال هي اللي نشتق منها عدة كلمات تقولوا من نفس العائلة من نفس العائلة هذه الكلمات بعدها شوفوا الأجوبة مكتوبة deuxième إجرسيس جيكري دو مو دو لامن فامي يعني هنا طاونا كلمات نحوشوا لكل كلمات كلمتين من نفس العائلة يعني تكون عندها نفس الجدل عندك أرغانيزي نقدر نقولو مثلا أرغانيزاتور نقدر نقولو مثلا voilà أرغانيزي مثلا لverب أرغانيزي عندك أكومبانياتور أكومبانياتور نقدر نقولو نسيبو مثلا أكومبانيزي أكومبانيزي أكومبانياترس سوى رومنيه تجول إذاً كاين برومناد الجولة برومنر المتجول مثلا ثانياً جو كومبت للمائم فاميه ك حناه يفو فارة تنسي يقول لك جو كومبت أم مو دو للمائم فاميه يعني أنا رح نجبت للمو دو للمائم فاميه جو كومبت بأم مو دو للمائم فاميه ك عندك المو لعطوهم أنه هما اتيرنس يعني كيما قلناه الإنجداب والجالبية عندك سم ميرويه يعني تعجب يعني يكتشف اللقاء أو الاجتماع إذن هذه الكلمات رايح نملؤ بها الفارغ اللي راه موجود هنا في هذا النص في عندهم كائن الفارغ لكن ليس هذه الكلمات قالك يعني كل كلمة مثلا اتيرانس اتيرانس نحوصوا على امود لامين فاميتا اتيرانس باش نقدروا نملؤ به الفارغ الموجود في هذا النص شوفوا بتي اه شاك سمدي متن اين اصوشياتي اوغانيز بوان دولا فيايفيل يعني كل سبت صباح جمعية تنظيمو للمدينة القادمة إذن موش نجيبو اتيرانس سي مربيه ديكوفرير لانكاندر إذن احنا نحوصوا يحلط راه هاد الاسوشياتي مادة تنظيم هاد الجمعية بالنسبة للمدينة القادمة كل سبت صباح هل تقدم انبهار اتيرانس او كلمة من نفس العائلة انبهار او انجدار او سي مربيه يعني تعجب تنظيم حاجة تعجب امربيه من ديكوفرير تنظيم مثلا اين ديكوفرد تنظيم يعني اكتشاف للمدينة القادمة بيه دوران ليني وقانس ديكوفرد نونو اتقجد أسناع لعطلات الشيطة نحنو في تيكجد اتقجد إذن نحن مادا نحن نالتقي اتقجد تولي نو نو رنكتران اتجدان سي دو كوشه دو صلي ادرار اتن سبكتاكل يعني غروب شمس في ادرار هو اتن سبكتاكلي يعني عرد يعني اتن سبكتاكلي كيفش ادامنا نخطر اتن سبكتاكلي اتن سبكتاكلي نقدر نقولو اتران او سيمروية او سيمروية اموت فامي دو سمو اتن سبكتاكلي مرهيو يعني عجيب مبهر رائع اتن سبكتاكلي دي نتر ویلاج اتن سبكتاكلي دو نمبر توريست ادن لقاريان تاعنا العديد منا السوح لقاريان تاعنا ادن من بين هدل كلمات كي اترانس بغتنا اترانس اترانس يعني انجذاب نقولو يجذبو اتير لطر ویلاج اتير دو نمبر توريست فانتو ادن هنها نعمروا هاد الفارغات عفوا بكلمة من نفس العائلة من هاد ليمو لعطاهم لي هادا فيما يخص لإجزرسيس نمیرو دو شوفوا لإجزرسيس نمیرو 3 شوفوا لإجزرسيس نمیرو 4 اترانس اترانس لاتاز 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 اللي نسمیو ها لازارگومن اترانس نحن نحن نشوفو نقلو اون ایفه لی ویاجر پوف کمپی او پیدو لازارگومن اون ایفه اترانس 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 كلمة كلمة ها دی اون ایفه ابسولوما انفن فنالما دابور هادو سسان دی کنکتر روابت اترانس هاد روابت عفو بللي روابت دائما تتعلاق بلزارگومن دانك هادو الجملة هنا ها سا سا كفاشون نقلو سا نقدر نقلو سا تاز او بین سا اترانس اون ایفه الی ویاجر پوف کمپی او بید لازارگومن هنا عباره عن تاز عن اطروحه بتی بي الی ویاجر فورم لجنیس الاسفر يعنی السفر الاسفر تکوین الشباب تکوین الشابیب إذن نفهمه نفهمه بالموضوع هنا رأي تكلم علاما الموضوع تحت الجملة الموضوع هو السفر والرأي تلك الكاتب حول هذا السفر أنه يكون لجنس الموضوع هو وليفوياج وليفوياج تقريبا التاز تكون شغل مكملة أو معرفة للموضوع هي رأي تلك الكاتب س التوريزم est une source de revenus importante pour l'économie دون پاي السياحة هي مصدر دخل مهم بالنسبة للإقتصاد من تلك البلد إذن هنا هنا نحضر نفكلم علاما التوريزم دون هنا التوريزم هو التام هو الموضوع والتاز أو فكرة الكاتب حول هذا الموضوع اللي هو التوريزم هي أنه يعني هذا التوريزم هو مصدر دخل مهم بالنسبة للإيقنامية عن un pays donc التوريزم c'est le thème يعني الموضوع et une source de revenus important pour l'économie d'un pays c'est la thèse يعني الأطرحة هذا فيما يخص تمنى 4 8 دون 5 je recopie l'introduction du text et je soulie la thèse présentée par l'auteur إذن هنا أعطونا un text كي ما كنت تشوفو فقرة وشقال لك طلب مني أني نكتب l'introduction يعني المقدمة تها الفقرة فقط المقدمة تها ثم نسطر الأطرحة présentée par l'auteur يعني نسطر la thèse تها هاد le text تها الكاتب إذن على هاد le text إذن le text هو سبب رحلات و أوقات طويلة كنا نقضوها في الجبل. وعندما الهبر اي ريجوري وكالي ماسيف اي تي ركوهر دا مانتون بلو بلان بكوزا اي موان بوين نوزا دوني ادمي مغابل بطاة يدبو جيدة إذا هنرا يتكلم على المغامرات تاعة ومتاع الأقارب التاعة لما يكون الشتاء يعني والتولوج وكل شيء كيف يستمتعوا يلعبوا يعني ويلعبوا بالتاج بالكوريات التاجي لغير ديكا. لذلك هنا هذا نص سيحكي فيه لطاق على حبه وشغر فيه لقدوم عطلة الشتاء. سيعطيك المبررات اللي هي تبدأ من عند دابو. إذا دايما كتشوفوا الكنيكتور عارفوا باللي سي دي زاقيمو يعني اسباب مقنعة. إذا الانترودكشون ورا هنا. الانترودكشون هي جادو غير ريفي دي واكنس دي بارة ترونت ريزون هذي هي المقدمة. عندما يبدأ. قبل لا يقول دابو غير سيوم ملو برماتيه يطو يعني قبل لا يبرر حب التاعة تاعة لفاكنس نفهم باللي هنا كنتكلم على ماذا يتكلم على الريفة دي واكنس. نقدر نقوله باللي الموضوع الناس نتاعه يعني والفكرة نتاعه أو رأيه حول هاد هي أنه إلا دوري لغيفي دي فاكونس ديفير هي الفكرة أو إذن لا تعز على فكرة ممكن تكون عبارة عن فكرة أو رغبة أو ميول أو إحساس أو انتقاد أو تأييد إلى غير ذلك المهم الحاجة نتاع حاجة الكاتب فيما يخص الموضوع انتاعه يعني فكره وميوله ورأيه إلى إشكاله وطرحه إلى غير ذلك دونك نقوله هنا نفهمه باللي هنا رأي نتكلم على لي وراه يقول باللي هاد الفاكونس فيهم بزاف حوالي جملاح تبدأ من عند دابور لكن قبل يعطينا التبرير هاكا قبل بيلنا باللي حب لو كان ما قلناش باللي إلا دوري لغيفي دي فاكونس ديفير ما يقول لكش دابور سلام بس كهنا راهي برر راهي عطينا راهي عطينا راهي علل راهي يعطي حجج يدعم بها الرأي تاعه أو الرغبة بتاعه اللي هي حبهو أو الرمزة维 بإستريب باكينس ديفير لإذا لحتفر احنا مدخلش في رغبة التعالي رغبة التعالي حقيقية احنا مدخلش في رغبة التعالي هدا فيما يخص لحديث الوائزة من اجب ان نقوله من قلق من يعني رأيه في بعض الستور Alors La thèse de l'auteur Aurélien Aurélien هو لكتب le texte هذا إذن voilà لكتب le texte يعني une vision de voyageur يعني لك l'auteur Aurélien إذن أشخالك هنا la thèse يعني l'autre de l'auteur Aurélien لن et que les voyages et que les voyages favoris la découverte d'autres cultures يعني l'auteur ou la règle فيما يخص l'voyage أن l'voyage il favoris يعني يسمح أو يسهل اكتشاف ثقافات أخرى إذن هذا رأي l'auteur Aurélien Lann إذن وش نطلب منك لك present une thèse personnelle يعني قدم اطرح شخصية à partir des thèmes suivants يعني انطلاقا من المواضع التالية الموضوع اللي اقترحوه منه هو l'usara etipaza يعني هنا ساغة راح يكشغل تكون موضوع عن نص انتاعك النص اللي باغيت رأيك يعني بكل بساطة راح تقول الرأي انتاعك على الصحراء مثلا تعطي فكرة أو رأيك حول الصحراء إذن سهلة مهلا هنا يقول كتاب انتاز سيطة تكتب جملة هذا جملة بسيطة تخشف للتفاصيل تفاصيل هذي سموهم الحجاج يعني تأييد أو تعليل للأطروح انتاعك انت تقول فقط رأيك مثلا بكل بساطة تقدر تقول باللي مثلا l'usara etipaza jamboku هي مطقة جميلة أحبها كثيرا فقط هذه هي لتاز تعبر على رأيك على هذا الموضوع من بعد عادة لو كانت تحب فيها الواحد إلى غير هذه تدخل في الحجاج أما تقول لك فقط لك مع انت تعطي جملة بسيطة جملة تقول فيها رأيك أو فكرتك على الموضوع طو سمبل إذا نقول مثلا 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 هذا مثلا 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 l'usara l'usara est une région très importante dans notre pays هي منطقة مهمة جدا في بلدنا هنا نفس الشيء نحن رأيك على الصحراء من بعد تقدر تكمل ولا ها 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 يعني تمد حجاج أما بالنسبة تيبازا نفس الشيء إذا تيبازا تقدر تقول مثلا بكل بساطة تقدر تقول بما أن تيبازا هي أيضا منطقة تاريخية وأثرية وساحلية أيضا تقدر تقول مثلا أفوال أفوال إذا تقدر تقول مثلا تيبازا هي هذه تنتاز هذا رأيك يعني تيبازا هي مدينة ساحلية تستحق فعلا الإهتمام بعد تبين في الزرغمون تاوك يعني في التعليل تبين ها لأن ها مثلا تيبازا تيبازا تريد المترجم للقناة أكومكاني، سيبن آج تانك أنشاء تثير قد لو ؟ تجقي في أجول الس securing إنها حصل على ع juice ثم أرسلتًا سمتي بانه بانه أجل نحن خلاله في النقطة كفريدية مجوعة إلى كل صلح الأفرائي فلنسلتك التجاركس هذه الأفرائيزة لقد أفيدتك لمريتاً صلح صلح لنفقى لنشيطان رحلتًا صلح 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 أفيدًا د. نظر الهاتف مغام الآنًا نج �٢ تم تحت تحضارات الصاب كبير أتحف لديه أحفل من أجل مرحف لديه أجل على الأطب المثال لحفة عرلية وتجاه الإنسان سؤال لديه لديه أجل أجل سؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر